أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات النحو العربي والتي نتحدث فيها عن المدارس النحوية التي كنا بدأنا الحديث عن هذه المدارس في محاضرة سابقة وتحدثنا فيها عن المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية وتحدثنا عن أهم علماء المدرسة البصرية واليوم نتحدث عن أهم علماء مدرسة الكوفة وهو أبو جعفر محمد بن الحسن الرؤاسي وهو رأس المدرسة الكوفية ثم معاد بن مسلم الهراء أول من ألف في الصرف كعلم مستقل ثم الكسائي أبو الحسن علي بن علي بن حمزة بن حمزة بن عبد الله الكسائي الفراء وهو أبو زكريا يحيى ابن زياد ابن عبد الله ابن منظور الديلمي ثم ثعلب وهو أبو العباس أحمد ابن يحيى النحوي ابن يزيد لم تقتصر دراسة النحوي وعلوم اللغة على البصرة والكوفة فقط بل امتدت هذه الدراسات اللغوية من مشارق العالم الإسلامي إلى مغاربه فنشأت مجموعة من المذاهب الفكرية في دراسة اللغة والنحو كان من أشعرها عدى مدرسة البصرة والكوفة كانت المدرسة البغدادية ومن اسمها يتضح أنها كانت في بغداد ومن أشعر علمائها ابن كيسان والزجاجي وأبو علي الفارسي وابن جني والزمخشري أما في غرب العالم الإسلامي فكان في الأندلس له نصيب وافر من التفكير في علوم اللغة والنحو في المدرسة التي كان لها مذهب ومنهج مستقل وسمي بالمدرسة الأندلسية وكان من أشعر علمائها ابن مضاء وابن عصفور وابن مالك وأبو حيان ابن مالك هذا صاحب الألفية التي حوت النحو العربية في نحو ألف بيت ثم تأتي المدرسة المصرية وهي من اسمها كانت في مصر ومن أشهر علمائها ابن الحاجب وابن هشام والصيوطي ابن هشام هو صاحب الكتاب الذي شرح ألفية ابن مالك وهو أوضح المسالك الذي نتحدث أو نشرح منه منهجنا والصيوطي أيضا له شرح للألفية ولكن ليس هو موضوع دراستنا الذي نشرح منه الكتاب أو الذي نشرح منه المنهج فنحن نشرح من الألفية ابن مالك من كتاب ابن هشام أوضح المسالك بذلك نكون انتهينا من الحديث عن نشأة النحو العربي باختصار وإيجاز والمدارس النحوية وأشهر علمائها ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى في درس جديد من دروس النحو العربي للمستوى الأول فإلى لقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته